التزام بالقوانين ثم التزام بالقوانين يحمي الطبيعة من جبروت البشر والنقبة من نقاط الرحلة التخطيط المتميز النقطة ثانية يتكلم عن الصحبة صالمة لمن تصلح جزيرة الدلمة أول شيء طريقة تاني نوصل لجزيرة الدلمة أول شيء الله يسلمكم شو هي إيجابيات وصلبيات كبير الدلمة وما بنقول سلبيات أحنا بنقول تحديات من السلبيات أو من التحديات لوجهتنا في الرحلة مصاليف الرحلة وما أدراك أخو مصاليف الرحلة رحل الدلمة يتمعات الخير من الرحلات اللي ما ننساها صراحة ليش أول شيء الطبيعة اللي حصلناه هنا بتعتكم العافية وش حالكم طيبين إن شاء الله الله يحفظكم والله يبارك فيكم طبعاً يا جماعة الخير حبيت استغل هذه الأوضاع وهذه الماكنة جميلة واتكلم عن تقرير مفصل لجزيرة الدلمة الله يسلمكم والتقرير مفصل عن جزيرة الدلمة طبعاً الحلقة إن شاء الله إن شاء الله بتنزلها قريباً وأول ما تنزل الحلقة بيتبعها هذا الفيديو إن شاء الله أنا تعمت أن أصور الحلقة هذه لأني لست هنا متقهويت وعمر الله خير لكن شفت إن الوضع يستاهل شوية إني أتكلم بالتفصيل الله يسلمكم عن رحلة جزيرة دلمة طبعاً في بداية الرحلة الله يسلمكم وفي بداية الأمر لا بد إن إحنا يوم نبغي نسافر وننطلق في مكان بعيد الله يسلمكم إن ننخطط في البداية شو يعني نخطط؟ يعني الله يسلمكم نحدد لتطلع المتابة تكون الوقت، المسافة، المسافة، كم يبالة من المكان اللي بنطلق فيه اللي ما وصل فيه طبعاً من عيمال لندلمة لنمينة المرفة تقريباً أربع ساعات وسبعة عشر أو خمسة عشر دهيقة تقريباً نحن نتكلم عن أربعمية وخمسة وتسعين كيلو تقريباً أربعمية وخمسة وتسعين كيلو طبعاً يا جماعة الخير المسافة انطلقنا نحن من عقوب صلاة العصر الحمد لله رب العالمين ساعة أربعة ونصف تقريباً طلقنا ريحنا مرة أو مرتين تقريباً مرة واحدة عن ريحنا وبعدين الله يسلمكم وصلنا إلى مينة المرفة وصلنا إلى الرواس وصلنا المول تعشرين هناك ومن ثم انطلقنا إلى الفندق أول نقطة من نقطة من نقاط الرحلة التخطيط المتميز يعني شو همية التخطيط المتميز هنا؟ أول شي ان احنا الله يسلمكم انطلقنا في جو فنان المهب أو الرياح خفت شوية فبالتالي كانت عندنا رياحية في السواقة ما تعبنا الحمد لله في السواقة قلنا الجو قلنا الرياح قلنا ان الشمس ما كانت موجودة يعني غايب الشمس طلعنا معاقوا بصلاة العصر لين تقريباً الساعة ثمان واربع ما شاء الله يعني وصلنا فكانت الدنيا ظلمة والليل كان علينا الليل يعني وبالتالي الحمد لله رب العالمي طلعا ووفقنا في الوصول النقطة الثانية الله يسلمكم من رحلتنا في جزيرة الدلماء الله يحفظكم ان شاء الله صاحبة الصالحة شو يعني صاحبة الصالحة يعني يوم بتسير رحلة خذ وياك اللي يمشي وياك يعني كلنا باتفاق كنا نحن انا وقوي بوحميد احلى تحية لبوحميد كنا متفقين على الطلع على السيارة على السكن على الأماكن نزرناها كنا يعني بروب واحد وكنا متفقين اهم شي في رحلات الطويلة نفس هذه ولا فيها مبيت تغريباً نحنا بدنا حمد لله رب العالمين ثلاث الليلتين لمدة ثلاثة أيام بدنا الحمد لله كانت المورة مرتبة كنا متفقين على السيارة واليية في الأماكن السياحية في جزيرة الدلماء لمن تصلح جزيرة الدلماء؟ أول شي تصلح طال عمركم للعوائل يعني ريال وحرمته وعياله تصلح مجموعة من الشباب تصلح المغامرين الجماعة والأشخاص هاي اللي تكلمت عنهم لابد أن يحطهم في بالهم شي واحد أنه بيزيرون هناك بيخيمون طبعاً فيه فندق تحت الصيانة الطبيعة الجميلة فيه أماكن للتخيم في الجزيرة فيه على شاطاء القرم وفيه على آخر الجزيرة صوب الكرنيش ها حطوا في بالكم شي مهم أنه بيسيرون تخيمون هناك أغراضكم الخيم أدوات الطبخ أدوات الأكل الأشياء اللي أنتم محتاجينها حق الأكل بشكل عام فيه سوبر ماركتات موجودة أو دكاكين موجودة هناك يفضل أنك بيسير تخيم شلوا ياك أتياز زبالة على أساس أنه أجل لكم الله الحفاظ على البيئة والحفاظ على الطبيعة هناك طبعا الأكتيفتي المشهور في جزيرة الدلمة ركوب تأجلك طراد وتركب البحر وتصير الله يسلمكم وتصيد سمج فيه البحر الشي الثاني اللعب على سيفة على الخليج بشكل عام أو سيفة البحر والمناسة على سيفة البحر هناك الصغاريين اللعبون تأخذك جولة في الجزيرة تتطلع شو فيها شو ما فيها حدك بالكثير يومين في الجزيرة يعني اليوم الأول توصل تبات ليلة اليوم الثاني أنت طالع على حسب يعني مودك وعلى حسب الزاجك إذا أنت تبات تصير لماكن هاي زين يا عبد الله عرفنا المسافة عرفنا يمنون سير عرفنا المادة اللي ننس فيها وعرفنا الأغراض اللي ننشل فيها زين كيف الطريقة كيف طريقة تنى نوصل لجزيرة الدلمان أول شي والله يسلمكم فيه طريقتين الطريقة الأولى الطريقة السعبة الطريقة السعبة نحناهم سألنا قالوا الطيارة أول ما تنزل أول ماتي من المطار تنزل تاخذ تكسيل أو أنك تنشي بريولك الطريقة الثانية السهلة تسير بسيارتك الخاصة وتوقف في ميل المرفى ومن ميل المرفى اللي يسلمك بتتحرك في عبارة مسافة الطريق تقريبا ساعة وربع بالعبارة تكلفتها مية درهم للسيارة وعشرين درهم للشخص اللي بركب لكل شخص يعني إذا كانوا اثنين هاي مية واربعين إذا كانوا ثلاثة هاي مية وستين يعني كل ما زاد الأعداد زيد انت عشرين درهم أول ما توصل تركب العبارة تطلع من العبارة في الفيديو إن شاء الله في تفصيل نحن حطينا فيه أو أنا حطيت فيه وين تي لس وين توقف العاق السيارة وين تركب فوق طبعا جولة العبارة جميلة توصل المينة هناك مينة جبل الظنة ومن مينة جبل الظنة إلى الله يسلمكم مينة دلم طبعا بتلف فيه طريق اسمه طريق الدائري في دلمة تلف عليها حوالي الجزيرة كله في متحف في مسيد في الشعبيات القديمة طبعا فيه مطاعم نعم فيه أربع خمس مطاعم يعني خلنا نقول على قدة الجزيرة فيه سكان نعم فيه سكان سكان طيبين محترمين تحياتي لابو محمد تعرفنا عليه والأخ بطارش يعطيهم العافية كانوا من الجماعة اللي تعرفين عليهم كانرات دي من من مينة دلمة إلى جبل الظنة طبعا يا جماعة الخير المسافة كله على بعضها كانت أربعمية خمس وتتعين اسم ما قلنا في البداية جانت تذكرون لكن اللي أحب أتكلم في هذا الفيديو والله أسلمكم شو هي إيجابيات وسلبيات تزيير التلمة وما نقول سلبيات نحنا بنقول تحديات تمام؟ الإيجابية الأولى أول شيء الرفقة الطيبة تعرفنا على الشباب موجودين هناك في الجزيرة تعرفنا على الشباب من السعودية في الفندق هنا نحنا راضين من الفندق باتجاه إيمان تعرفنا على الشباب ما شاء عليهم نحياتي للقروب شباب من السعودية يزاهم الله خير وفصة طيبة نحنا تلاقينوا ياكم آخر شيء لكن إن شاء الله إيجابيات أكثر الشيء الثالث الله يسلمكم المغامرة ثم المغامرة ثم المغامرة نحنا سايرين شلينا خيامنا وشلينا غراضنا كنا بنباد في الجزيرة لكن بعدين بخبركم ليش لكن النقطة الرغم أربعة الصبر تعلمنا الصبر من ناحية شو أننا وقفنا مرة واحدة في الاستراحة استراحة رايحنا مرة واحدة ونحنا سايرين انطلقنا اليوم الثاني الساعة سبع ونص ننلحق العبارة الساعة التسعة تعلمنا كذلك الله يسلمكم أن نمشي باحترام المكان لأن هناك كانت فيه منازل للناس كنا نمشي بكل هدوء بكل اطمئنان هاي الهدوء والاطمئنان اللي نحنا مشينا فيه الله يسلمكم بيّن وين في العبارة كيف بيّن في العبارة بتكلم الحين إن شاء الله يوم ركبنا العبارة الله يسلمكم حطينا درجاتنا نحنا رادين وين تزير الدلمة في الممر إن شاء الله بتشوفوا الفيديو في الممر لما تركب السيارات على العبارة لاقينا مع مجموعة من أهالي دلمة فقالوا نحنا شفناكم وانتوا السوقون هذا رقم واحد رقم اثنين يلسنا فوق تعرفنا على أخبه محمد قال الله خير قال أنا شفتكم في المطعم وشفتكم في السيارات هذا رقم اثنين رقم ثلاثة في عائلة فلبينية كانت موجودة هنا في السيارة ونحنا سايرين دلمة في الرد ونحنا رادين ياسم طالع درجات نوتيك عليهم قالوا نحنا شفناكم هاي رقم ثلاثة يعني اليوم الأسواق المحترمة الاحترام المكان اللي انت فيه يعطيك اليوم يخلق لك جو من التعارف من الألفة الطيبة ما شاء الله رب العالمين طبعا وايد من إجابيات يا جماعة لكن اذكرتنا الله سلمكم هذي كانت أبرز الإجابيات اللي كان في راحتنا من السلبيات أو من التحديات اللي واجهتنا في الرحلة أول شي نحنا كلنا شارينا أغراضنا على اساس بمباد في الجزيرة حط شلينا الخيام وشلينا العدة كاملة يوم وصلنا الجزيرة وتغدينا مع الله خير وصلنا الظهر والعصر سرنا القرم كرنيش القرم أو سرنا إلى شاطئ القرم اللي موجود في الجزيرة بغينا نحط أغراضنا إلا الله يسلمكم ونشوف الغيم ما شاء الله فوقنا هذا عصور ما شاء الله عليه جميل صوت جميل من أصباح وغرد فالله يسلمكم شفنا غيم فقلنا نشل أغراضنا ونسير هذا التحدي الأول أننا نحطنا في بانا موضوع الجو وغيرة من هاي الأمور مع أننا نحنا حاجزين ليلتين في الفندق على فكرة يعني على أساس ما نقول نحنا كنسلنا وصرنا ويانا لا لا حاجزين ليلتين التحدي الثاني الله يسلمكم موضوع الأكل في الجزيرة نفس ما قلنا في أربع مطاعم يعني على قدهم لكن إن شاء الله المرة يأينا وينشلوا يأنا أكلنا ونطبخناك ونعين للأخير التحدي الثالث الله يسلمكم التحدي اللياقة لازم نرفع اللياقتنا الدراجية بشكل أكبر من جديد يعني كنت حطني بالاني ما أوقف مرة مولة لمدة أربعة ساعات لكن وقفنا فالرد ونحن أرادين الله يسلمكم وتغدينا عقب ما تغدينا الله يسلمكم عين الله خير صلينا العصر الظهر والعصر عفوا وانطلقنا إلى عيمان وقفنا بس مرة واحدة نصب بترول وعقب كملنا دربنا إلى عيمان فهادي بشكل عام الله يسلمكم اليوم التفاصيل الخاصة بجزيرة الدم يا عبد الله انتوا سرتوا الجزيرة طلعتوا على الأشياء الموجودة وسكنتوا في فنادق وقلتوا في مطاعم وصبيتوا بترول وشقوعينكم من الله خير ورتبتوا أموركم وحطيتوا أغراضكم وشفتوا شو لكم شو عليكم زين ممكن تكلمنا الله يسلمك عن مصاريف الرحلة نعم هتكلم معاكم عن مصاريف الرحلة أنا تعملت وصورت شديد لأن الشمس ما شاء الله طالعه فتعكس على الأخضار الموجودة هنا مصاريف الرحلة وما أدراك ما مصاريف الرحلة طبعا يا جماعة الخير مصاريف الرحلة الرحلة كلها على بعضها للشخص الواحد للشخص الواحد مع الدراجة ممكن السيارة تختلف تكون أقل شوية ليش؟ لأن البترول تانكي السيارة أكبر ما شاء الله نحن الله يسلمكم صبينا بترول في منطقة الفاية في مارة أبوظبي فولنا الدراجات ب 72 درهم انطلقنا يعني يومين اليوم الثالث نحن رادين كان فيه الربع تقريبا عندي صبيت أنا ب 35 تقريبا صبيت 35 فالحسبة كاملة الله يسلمكم في الرحلة تقريبا تقريبا 985 درهم تقريبا يعني زايد ناقص 10 20 تقريبا 985 درهم أربعمية ثلاثة أربعات حفظة حظنا هذه الليلتين في الفندق مئة وعشرين ساير ومئة وعشرين نياي في العبارة هاي مئتين واربعين بالإضافة للمطعم بالإضافة لأكل اللي كنا هناك بالإضافة لإسناكات اللي أخذناها نحن نقول في حدود الألف درهم أنت مرتاحة يعني تصرف ألف درهم في رحلة كاملة مثل هاي الرحلة طبعاً في أرخاص نعم السكن يكون أرخاص في أماكن السكنها اللي سلمكم بعيداً عن الميناء لكننا نتعمدنا نسكن عندها الميناء وفي أغلاء نعم الليلة بستمية الليلة بستمية الليلة بستمية نحن أخذنا الليلتين باربعمية واربع واربعين فمصارة كان ممتاز صراحة أنا أقولكم كان ممتاز يعني ما ضغطنا على عمارنا كنا مريحين عمارنا أعلى راحة مثل ما يقولون يعني أنت سايد استانس تبغي تقلل مصروفاتك تقدر تتقلل تبغي تضبط ميزانيتك تقدر تضبط ميزانيتك لكن اليوم هذا الرينج اللي نحنا الله يسلم رفناه في الرحلة بشكل عام والحمد لله رب العالمين أهم شيء لو ناسا الله يسلمكم لا نزيد وايد ولا ننقل وايد نكون في الوسط الوسط زين خير الأمور الوسط هذه الحمد لله في الشريعة تمام يا عبدالله الله يزاك الله خير يعني شرحت لنا اليوم رحل الدلمة رحل الدلمة يا جماعة الخير من الرحلات اللي ما أنساها صراحة ليش أول شيء الطبيعة اللي حصلناها هناك طيبة الأهالي الموجودة في جزيرة الدلمة نظافة المكان الاهتمام بالطبيعة والله حتى يا جماعة الخير عود شبريت ما حصلنا طايحة للشارع ولا في الكورنيش ولا غيرها التزام بالقوانين ثم التزام بالقوانين يحمي الطبيعة من جبروت البشر والله العظيم يعني هذا المكان اللي أنا يالس فيه حين الله يسألمكم هناك على الزاوية هذه في مجموعة من تكرمون لتياس يا أخي أنت كلت خلص أمورك روح يا أخي حطة فأغراضك والله العظيم أنا أتلوم اليوم أتلوم أني أعق حتى بقايا القهوة اللي موجود عندي بحطة تكرمون في جيز زبالة بأشلوا يا أخي في أقرب درام وبعقة هنا كانت القوانين صار مجدًا يعني أول ما نزلنا ركبنا العبارة كانت في له عودة حمرة يمنع 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 يحضر 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 أهم شيء حفاظ على البياء الله يسلم في نهاية حديثنا في هذا الفيديو عن جزيرة الدلمة ملنا لكم التوفيج إن شاء الله رب العالمين دعموا القناة الله يسلمكم اللايك والشير والتعليقات الإيجابية دائمًا أنا استانس اليوم إذا فيه تعليق إيجابي يشجعني انطلاق الله يبارك لك ممروك إلى الأمام دائمًا يعني هاي الأمور تراها زينة تمام؟ يعطيكم العافية سبحانك الله وبحمدك نشهد الله إلى هل أنت نستغفر ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة